وعايز أقول شهادة لله يعني إحنا اليومين دول ندعى الاجتماعات مع كبار رجال في الدول أنا أجد كل احترام وتقدير لفكرة القطاع الخاص عن اقتناع يعني مش بيقولوا هلنا منشتات لا عن اقتناع إيمان حقيقي بفكرة القطاع الخاص إيمان حقيقي بفكرة القطاع الخاص والدليل على كده أنه كثير من المشروعات أنا مش هايز أقول كل المشروعات يعني أنا أحد المسؤولين مرة قال لي شاور على مشروع أي رجل أعمال مصري عايز يدخل فيه وإحنا ندخله فيه الدولة بقت منفتحة جدا في النقطة دي دي حقيقة مش منشتات أي حد عنده فكرة المشروع أو فكرة المشروع قائم الدولة فيه وعايز يدخل شريك الدولة سترحب فورا ده واقع إحنا بنعيشه دلوقتي لكن عشان نكون قلنا كل حاجة بصراحة الحاجة اللي الدولة ما تعرفش تعملها لو سمحتوا بصرعة اطلعوا منها زي مثلا في الساحل الشمالي ده فيه فنادق تتبع الدولة نفسي تروح تشوف الفنادق دي عاملة زي كارنفال كهارب أصفر واخضر وازرق وحمر وحاجة كده يعني ما تفهمش ماشي ازاي مباني ضخمة وحلوة وكل حاجة بس مش صنعته طب فان مين رئيس مجلس الإدارة هو ليه في السياحة؟ لا طب هو إزاي هو رئيس مجلس الإدارة؟ هي ال طب يعني أنا عايز أتكلم معك في صفقة سياحية آه ده خلي بالك كنت بتتكلم عشان قال ليه ده سياحة؟ ده ميوهات وشرطات وبتاع لا لا بس طب ليه بقى في السياحة؟ يعني يعني ده احنا بنتكلم في قوتيل هيستقبل الناس جاية صيف عشان تجيب دولارات تدخل البلد طب دي بتتحط كده ودي بتتحط كده لأنه في عرف السياحة معروف انها لا لا طب حزيزك انت بتشتعل في ريسابشن؟ آه طب عاني شركة إزاي؟ إزاي؟ طب اتمرنت فيه؟ يعني يعني الكلام مفهوم في الحتة دي بس ما هو مش كلام إلت أدب اللي أنا بقول ده يا جماعة يعني إزا كان في حرج ان احنا نقول الكلام ده بس هو الله العظيم لصالح بلدنا ادوا الحاجة للمتخصصين خلوا المتخصص هو اللي يشتغل الدولة مش هتعرف تعمل كل حاجة القطاع الخاص حريص على ماله القطاع الخاص عارف في يعمل إيه في الشغلانة أتمنى ان احنا نشوف يعني تحرك سريع من الدولة ومن رجال الأعمال اللي مهتمين بالسحل الشمالي عشان نبتدي نستعد لموسم بإذن الله يبتدي بدري وتكون مدته أكبر من كل السنوات الماضية